موسيقى موسيقى اليمن يحذر من تداعيات استهداف الموانئ النفطية على المنطقة والسفير السعودي يبحث مع المبعوث الامريكي التعنت الحوثي موسيقى الحكومة اليمنية تعلن ضمنياً فرض قيود على واردات الوقود إلى مناء موانئ الحديدة بموجب تصنيف الحوثي إرهابي موسيقى موسيقى مباحثة أمريكية أممية لتسريع عملية التفريغ ناقلة النفط اليمنية صافر التي تهدد بكارثة أممية على دول المنطقة موسيقى كاتب ومؤرخ إيراني يكشف أن مقتل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تم بتعليمات من قائد فيلق القدس قاسم سليماني موسيقى 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 إن الهجمات الحوتية بالمسيرات الإيرانية تمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة تحديا جديدا للجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن كذب مبارك أن الحكومة اليمنية ماضية في اتخاذ إجراءات رادعة لحماية مقدرات الشعب اليمني تتناسب مع تصنيف مجلس الدفاع الوطني لميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية في الأثناء بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندر كينغ بحث إصرار ميليشيات الحوثي على تنفيذ عمليات تجاه الموانئ والمنشآت الاقتصادية وممرات الطاقة والملاحة الدولية وقال السفير السعودي إنه ناقش مع لندر كينغ ما سماه تعنت الحوثيين واستمرار رفضهم للمقترح الأممي لتمديد الهدنة مؤكدا أن تمديدها سيزهم في تحسين حياة اليمنين وأشار السفير السعودي إلى أن اللقاء تناول مساعي المملكة والولايات المتحدة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ودعم جهود المبعوث الأممي من أجل الوصول لحل سياسي شامل والبدء في عملية التنمية والإعمار على صعيد آخر بحث وزير المالية اليمني سالم بن بوريك مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ الإجراءات المتخذة بشأن ميناء الحديدة وإمكانية فرض قيود على واردات الوقود بمجب قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وفي اللقاء ناقش الوزير اليمني مع لندر كينغ لاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية في محافظتي حضراموت وشبوة ومدى تأثيره على مجمل الجوانب الإنسانية والاقتصادية وأكد الإجراءات والخيارات التي وضعتها الحكومة من أجل التعامل مع تلك الاعتداءات المتكررة إذن مشاهدين مع تصعيد ميليشيات الحوثي من هجماتها الإرهابية على المنشآت والموانئ اليمنية تسعى الحكومة اليمنية للتسريع باتخاذ إجراءات فعلية تترجم قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي كجمعات إرهابية هذه المساعي ترجمها لقاء جمع وزير المالية اليمني سالم بن بوريك مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ بحضور السفير الأمريكي ستيفن باغن صلت الضوء على الإجراءات والخيارات التي وضعتها الحكومة من أجل التعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المنشآت النفطية فضلا عن الإجراءات المتخذة بشأن ميناء الحديدة بالتحديد كانت الحكومة اليمنية قد تبنت حزمة من السياسات الإجرائية العاجلة لتنفيذ التصنيف الحكومي على مسارين قانوني واقتصادي هذه السياسات بحسب المصادر تشمل فرض عقوبات على قيادات في الميليشيات الحوتية والكيانات التابعة لها وكل من يتعامل معها وكذلك تشمل ملاحقتهم جنائيا الحكومة تعهدت في ذات الوقت باتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على النشاط التجاري والاقتصادي الخاص والوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية فمنذ إعلان تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سهلت الحكومة دخول 12 سفينة مشتقات نفطية فيما بلغ عدد السفن الوقود التي دخلت موارئ الحديدة منذ دخول الهدن حيث تنفيذ مطلع بريل الماضي بلغت 72 سفينة بزيادة نسبتها 500% مقاررة بالمتوسط الشهري لذات الفترة من العام السابق فرغم تحصيل ميليشيات الحوثي لملايين الدولارات من الرسوم المفروضة على شحنات الوقود الواصلة لميناء الحديدة ترفض الميليشيات دفع رواتب الموظفين في مناطق السيطرة هابل وتطالب الحكومة اليمنية بدفع مرتبات مقاتلها موسيقى موسيقى لنقاش هذه الخطوات والإجراءات من القاهرة ينضم إلي الأستاذ ماجد المزحجي الباحث في الشأن اليمن مرحبا بك دائما أستاذ ماجد يعني قبل أن ندخل إلى ربما الجدوى التي يمكن أن تحققها هذه الإجراءات والقيود كيف يمكن تصورها أو لديك معلومات عن طبيعة هذه الإجراءات والآليات لتنفيذها مرحبا بداية واضح أنه لدينا سلسلة الإجراءات التي يتوقع اعتخاذها على قاعدة قرار التصنيف بعضها سيتم العمل به مباشرة وبعضها ما زال قيد النقاش ضمن المستويات السياسية والتنفيذية في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسية ما هو قيد التنفيذ حاليا تحديدا وسلسلة تعليمات صدرت إلى شركات ملاحية تقوم بنقل النفط وتحديدا تستهدف الشركات الغير مؤهلة والتي يشك بأن لها علاقة مع الحوثين بالتالي خفض قدرة هذه الشركات على إيصال الوقود إلى ميناء الحديدة والتالي لدينا هنا ستنخفض الحوامل النفطية التي تذب الحديد العديدة وتحديدا السفن التي ضمن تصنيف الحكومة اليمنية أو الشركات غير مؤهلاء التي لم تتززم بالشروط التي وضعتها لجنة الاقتصادية التابعة رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية وهذا يشمل عدد كبير من السفن كانت تمر لأشكال مختلفة الآن هناك تهديد بملاحقتها قانونيا وأعتقد أن هناك خطوات باتجاه تأهيل قطاع بحرية أيضا لإيقافها عمدا في البحر بكل المستويين هذه خطوة جديدة وهي ستقوم بخفض مستوى الواردات النفطية للحديدة وستبدأ بالتضييق على الحوثين ليس برقم كبير لكنها خطوة في هذا الطريق وهي أشبه برسالة سياسية بأن استمرار المسار التصعيدي سيؤدي إلى غلق هذه الحنفية هل ستوجعهم؟ هل بالفعل هذه الخطوة؟ وقبل قليل أن كنت تتابع معي استعرضنا أن ربما الهدنة وفرت حتى ارتفاع واردات النفط لأكثر من 500% لدى الحوثين احتياطات كبيرة من النفط حقيقة الآن بسبب الفترة الماضية لديهم كفاية لكن في الأخير الحوثي يقلق من عملية إغلاق طويلة الأمد خصوصا إذا اشتعلت المعارك إذا اشتعلت المعارك يصبح نزيف الموارد والمشقة النفطية لديه عاليا وبالتالي لأن المكينة العسكرية حقه تشتغل بالتالي يتم استنزافة لكن في ظل هدنة غير معلنة مثل هي الحالية لن يكون هناك استنزاف سريع بالمجمل سيظل في السيف سايد إلى فترة معقولة لكن بالأخير الحوثي سيظل قلق بالاستمرار من عملية إغلاق لدخول واردات الوقود وسيبدأ باتخاذ تقراءة تصعيدية بما فيها تقييد عمليات النفطة وبيع النفطة وبيع البترول إلى المدنيين في مناطق سيطرته وبالتالي سنشهد أزمات واكتظار في محطات البترول في العاصمة الصناعية ومدن أخرى لأنه هذه أحد وسائله السياسية في الضغط لقولهم تفتح مرة أخرى نعم يعني التشاور ربما مع الفاعلين الدوليين هل من ضمانات أن تمضي الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات دون اعتراضات مسألة الشأن الإنساني التأثير على الوضع وهكذا طبعا هذا المعتد والمتوقع الفاعلين الدوليين هم يقومون بالضغط أنه لا خلونا نستكشف الخيارات هي مشكلة المكتل الحكومة أو المجلس القيادة أنه ضعيف في مواقعات الضغوط الدولية لا أحد يريد أكسد أنه في الأخير ليس على الحكومة أن تدخل في صدام مع الإرادة الدولية لكن عليها أيضا لا تنحني لها باستمرار هناك إمكانية دائما بأن تقول لا حين يتعلق الأمر بمجموعة مصالحة كالفعل الدولي أو الإدانة الدولية لسلوك الحوثيين غير فعالة للغاية حقيقة ولم تلبي للحكومة الدولية وبالتالي أن تحظى الحكومة دوما بالثناء هذا لا يترجم إلى أوراق قوة في وزنها السياسي في طرعية عملية التفاوض لكن يبدو أنه أيضا الاستمرار بالقول النعم يؤدي إلى إضعافها المزيد من ضعافها وبالتالي ليست لديها مصلحة عادة في الاستجابة للضغوط الدولية من حين لآخر والمجتمع الدولي ليست لديه سوى البلاغات السياسية والإدانة السياسية والضغط حتى الآن ضمن الحدود الحالية فبالتالي المجتمع الدولي والتي سيمارسوا الضغوط لمحاولة فرملة اتقال الحكومة باتقاه المزيد من إقلالات الحوثيين لأنه يعتقدوا أنه هذا ممكن يؤدي إلى تصعيد الأمر هم يستطيعوا احتمال تصعيد الحوثيين لأنهم ليست لديهم أوراق في مواقعها ولكن في المقابل سؤال بسيط قد يطرحه أي رجل شارع يمني أو حتى متابع للملف اليمني في المقابل هؤلاء اللاعبون لا يفعلون شيء سوى الإدانة لميليشيات الحوثي التي تقوم باستهداف المواقع النفطية وهذه أيضا في الشقة الإنساني ضغط ربما وخنق اقتصادية تأثر به المواطن اليمني البسيط بالتأكيد ولذلك أنا بتقديري أن هذه على علاتها على ما سببتها من كارثة الاستهداف الموانئ هي ورقة سياسية في يد الحكومة المواقع تضغط يعني لا يمكن أن تظل الحكومة محرومة من المواردات النفطية والمواردات العملة الصعبة بسبب تصدير النفط بينما الحوثي يقوم بيجني أرباح بيع النفط في السوق المحلية والذي ياتي بعضه أساسا مولا من إيران وبالتالي يمكن القول هذا الأمر ببساطة وكما هو كحقيقة عارية تقدم في مواجهة هذا الضغوط لكن في الأخير الأمر يستلزم إرادة أكثر من إضاحة للحقائق الحقائق واضحة لكن ما يعوزه ما تعوزه الدولة اليابنية هو قدر من الإرادة في إنفاذ مشيئتها وفي مواجهة الضغوط يعني ما هي الخارطة المتصورة لمزيد ربما من الإجراءات والقيود التي يمكن أيضا أن تكون خطط بديلة يعني عمل تأثير أو الضغط على الميليشيات من الداخل من قبل حكومة شرعية ومن التحالف حتى ربما تعيد النظر أو تفكر مرتين قبل أن تقوم بالاستهداف للموانئ النفطية أعتقد أنه نحن لدينا سلسلة من الخطوات تتأتي بما فيها عملية ملاحقات قانونية لعدد القيادات الحوثيين الإعلان القانوني بتصنيفهم جماعة إرهابية يعني غير فعال حقيقة على المستوى الداخل هو يتسم بطابعه الرمزي لكنه ممكن يكون فعال إذا شملت تصنيف عدد القيادات الحوثية أو أنصارها أو شبكة يديروا مصالحها في الخارج والذين يتحركون باسترخاء إذا صدرت تعميمات الشارع الحمراء كما توصف عبر الانتربول الدولي بوضعهم قيد الملاحقة واستدعاهم قانونيا لتسليم وصنوا في عدد الدول لديها اتفاقيات تسليم مشترك مع الحكومة اليمنية والدول العربية على رأسها وهذا ممكن أن يزعق حقيقة أو يقيد أو يثقل على حركة الحوثيين في الخارج ناهيك عن أي استهداف في عملية تصنيف للشركات والصرافة وقماعات الصرافة وأي نشاط اقتصادية يقوم الحوثيين بدفن أموالهم فيه طبعا هذه منطقة خطرة وهشة خصوصا في الوضع الحالي في اليمن ولذلك أن أي قراءات حكومية يقابل أن تتسم بالحذر الشديد لكي لا تصيب الاقتصاد الذي هو أساسا في وضع حش بالمزيد من الأضرار من القاهرة الأستاذ ماجد المذحجي الباحث في الشأن اليمنية أشكرك على كل هذه القراءات شهدت الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية وأوضحت مصادر عسكرية أن الاشتباكات اندلعت إثرى هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية في الجبهة العكد في مديرية الوادي جنوب مأرب ما أدى إلى مقتل جنديين من القوات الحكومية جرح وجرح آخرين فيما تكبدت الميليشيات الحوثية عددا من القتلى والجرحة وتزمن الهجوم الحوثي غرب مأرب مع هجمات واعتداءات حوثية على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية في محافظات التعز والحج والضالع وفي السياق قالت مصادر محلية للحدث إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب خمسة آخرون في قصف حوثي بالطيران المسير استهدف مسجدا في قرية الرون بمديرية حيس جنوبي الحديدة أغربي اليمن المصادر وكدت أن المسيرة الحوثية استهدفت المسجدة بقذائف الهاون أثناء تأدية سكان القرية لصلاة الجمعة ما تسبب في سقوط قتيلين وعدة الجرحة تم إسعافهم إلى المستشفى الميدني بمديرية حيس لتلقي العلاج ويأتي الهجوم الحوثي بعد ساعات من مقتل مواطن بقذيفة حوثية جنوب مدينة حيس في سياق متصل أيضا أصيب شاب برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي في محافظة تعز هذه القوات كانت متمركزة في معسكر الأمن المركزي شمال شرق تعز أثناء مروره في حي بريد الروضة وأوضح المصدر أن الشاب أصيب برصاصة دخلت من كتفه واستقرت في صدره وجرى نقله إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج من القاهرة المحلل العسكري والاستراتيجي العميد ثابت حسين صالح مرحبا بك سعادة العميد عسكريا واستراتيجيا كيف نقرأ التحركات الحوثية الأخيرة تقوم باستهداف الموانئ بشكل منتظم بين الحين والآخر وهذا فهم منه أنه ضغط لربما الخنق الاقتصادي على الحكومة الشرعية وكذلك على السكان الذين يقطنون المناطق التي تسيطر عليها في ذات الوقت اختطافات وقنص واشتباكات متقطعة إلى ماذا يرمي الحوثي؟ بسم الله وصعد الله مساءكم وكل المشاهدين بالمختصر المفيد الحوثيون يواصلون اعتداءاتهم في كل الجبهات تقريبا من مأرب إلى أبيان إلى الطالع إلى لاحق وإلى الساحل الغربي مما يدل دلالة انقاطعة على أنهم يرسلون رسائل إلى المجتمع الدولي وإلى الحكومة الحكومة اليمنية أن نحن قادرون على الحرب وقادرون على مواصلة الحرب ويساعدهم في ذلك أن الحكومة اليمنية حتى الآن لم ترد الرد الكافي والرد الرادع على اعتداءات الحوثيين وخصوصا فيما يتعلق بالاعتداء على المنشآت النفطية الاعتداء على المنشآت النفطية يعني حرمان الحكومة وحرمان أبناء محافظات شبوة وحضرموت من هذه الموارد المهمة وبالتالي تهديد الملاحة الدولية والتجارة الدولية وخصوصا في ظل أزمة طاقة عالمية خطيرة يشهد العالم كله مع الأسف الشديد العام الآخر الذي شجع التحالف هو التراخي من جانب المجتمع الدولي يعني سمعنا بعض الإدانات وبعض البيانات ولكننا لم نرى إقراءات ملموسة وصارمة للتعامل مع الحوثيين على الأقل وفقا لقرار مجلس الدفاع الوطني باعتبارهم جماعة إرهابية يعني استهداف الموانئ باعتبار اليمن وحدها لن تتأثر هل يعتبر أنصر إضافة يمكن أن يحرق قليلا المجتمع الدولي والدول الكبرى من خانة الإدانات إلى فعل الضاغط يجبر الحوثيين على التراجع عن هذا الاستهداف المستمر بالضبط على كونه عملا إرهابيا فهو أيضا يهجد المصالح الدولية المصالح الملاحة والتجارة العالمية ومصالح الطاقة كما قلت لك نحن الآن العالم كله يشهد حرب طاقة خصوصا مع الحرب في أوكرانيا العالم كله يعاني من هذه الأزمة الحادة وبالتالي أي حدث في أي بقعة من بقعة الأرض يخص الطاقة يفترض أنه يؤثر على الأزمة العالمية مما يعني حقيقة يلقي بضلاله يعني نوع من الاستغراب والشك تجاه المجتمع الدولي وبالذات تحدث عن الدول الكبرى يعني الوهن المتحدة بريطانيا فرنسا وغيرها لماذا لا تمارس ضغوطا على إيران باعتبار أن إيران هي التي تحرك الحوثيين تحركهم لاستخدام هذه الورقة ضمن مفاوضات الملف النووي ضمن صراعها مع الولايات المتحدة يعني الضحية هذه الشعوب شعوب إيران يعني شعوب اليمن والعراق واللبنان هذه الملفات تستخدمها إيران في صراعها وتستخدمها وتستغلها استغلالا سياسيا سيا على الرغم سعادة العميد هذه الدول التي تتفاوض الآن ليحياء الاتفاق النووي تقول أن مسألة المسيرات والقلاق ربما في المنطقة التي تقف وراءها إيران غير مطروحة في طاولة التفاول وهذا غلط كبير طائرات المسيرة من أخطر الأسلحة وهي أسلحة إرهابية في حقاة الأمر لأنها استهدف أهداف مدنية وتقتل ناس أبرياء يعني لاحظنا كل عملية الحوثيين التي استهدفت مطار عدن الدولي المنشآت النفطية مراكز تدريبية كلها استهدفت المدنيين وكذلك استهدفت المنشآت النفطية في السعودية وفي الإمارات مما يفرض على المجتمع الدولي ولأن الطائرات الإيرانية المسيرة تقاتل في تركيا أفوا في أوكرانيا يعني هذا السلاح إرهابي والمفروض أن يدرج ضمن المفاوضات وضمن الملف يعني ضمن الملف في المفاوضات مع إيران بشكل عام والأهم من كل هذا أن تفصل ملفات المنطقة يعني ملف في اليمن ملف في سوريا ملف في العراق الآخر ليس بالضرورة أن يبقى مقيدا ومعلقا وتحت رحمة إيران ولكن كنت أود أن أقول لك يعني حينما ظهرت مسألة الطائرات المسيرة في أوكرانيا قامت الدنيا ولم تقعد واحتجت الدول وفتحت تحقيقات في الاتحاد الأوروبي بينما المسيرات في اليمن وغيرها أو في سوريا يعني الإيرانية تستبيح وتصول وتجول صحيح تماما وبالتالي ما هو المفروض أن يكون في طار الضغوطات هل ربما مزيد من الضغط من قبل حكومة الشرعية التي تفضل طبعا يعني خدمة الإنسان البسيط باعتبار أن الهدنة قد تعطيه بعض الميزات ولكن يبدو أن ذلك يستغل يعني إن كان من نظرة المجتمع الدولي أو حتى من ممارسات الحوثيين خلينا نفصل الحديث لموضوعين موضوع الطائرات المسيرة موضوع الاعتداءات على المنشاة النفطية ينبغي أن يقابه بالرد الرادع من جانب الحكومة فإذا لم تكن لديها فإذا لم تكن لديها وسائل الدفاع الجوي اللازمة للتعامل مع الأهداف الحوثية أو يعني وسائل هجومية لأنه المفروض من حقك أنت أن ترد بهجوم على الحوثيين طالما وقد بدأوهم الهجوم هذا الناحية الأولى الناحية الثانية المتعلقة بالجانب الإنساني هذا الملف ينبغي أن تطرقه الحكومة اليمني وبالذات وزارة الخارجية وزارة حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية لكن الأهم في الوقت الحاضر هو أن يكون هناك ردا نوعيا رادعا للحوثيين يوقف اعتداءاتهم كما حصل من الجانب السعودي والجانب الإماراتي أنت تعلم أن الأراضي السعودية والأراضي الإماراتية والمنشآت كل هذه كانت تتعرض لإعتداءات مستمرة من الحوثيين لكن لما جاء الرد العنيف والقوي على صنعاء وعلى صعدة وضرب منصات طلاق الصواريخ ومستودعات ومواقع الطيارة المزيرة اضطر الحوثيين إلى توقيف هجماتهم على العمق السعودي والعمق الإماراتي وجهوا اعتداءتهم على الشعب اليمني وعلى المنشآت النفطية الجنوبية المحلل العسكري والاستراتيجي سعادة العميد ثابت حسين صالح أشكر حضورك وكل هذه القراءات والإنفادات أعلنت الأمم المتحدة عن رصد مائة واربعين وعشرين حادثة عنف ضد العاملين في المنظمات الإنسانية في اليمن خلال تسعة أشهر هذا العام وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوشا في بيان له أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي أن تلك الحوادث أسفرت عن مقتل عامل إنساني وإصابة أربعة آخرين كما تم رصد خمس عشرة حادثة اختطاف وثلاث عشرة حالة اعتقال بحق عمال الإغاثة إضافة إلى سرقة أربعين وثلاثين سيارة تخص العمل الإنساني وشدد المكتب الأممي على ضرورة حماية العاملين في المنظمات الإنسانية باعتبارهم ليسوا هدفا عقدت مباحثات أمريكية أممية لتسريع عملية تفريغ ناقلة النفط الصافر المتهالكة قبالة السواحل الغربية في اليمن دع ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ مع المنسق الأممي دافيد جرسلي بحضور السفير الأمريكي إلى اليمن ستيفن باغن وفق ما أورد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عبر تويتر وأوضح المكتب أن ليندر كينغ بحث في الرياض مع المنسق الأممي دافيد جرسلي الحاجة إلى إحراز تقدم عاجل في مشروع الأمم المتحدة لمنع كارثة التسرب من ناقلة النفط صافر مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا المخاوف من قيود الحوتيين على المساعدات الإنسانية في اليمن من الرياض ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل أستاذ عبد الله هل اختربنا من الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل الذي طال تفريق ناقلة النفط صافر بالرغم ما تحمله من مهددات يعني أنا أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك تماما لسبب بسيط أن جماعة الحوثي أعتقد أنها بعيدة عن كل هذه المحادثات كل هذه الأحاديث والأقاويل الأمم المتحدة منذ وقت مبكر أو نحن نمكن الآن نتحدث عن عامين وهي تجمع وتحاول أن تستقطب التبرعات من أجل حل هذه المشكلة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة في مسألة الإفراغ وفي مسألة السحب والقطر وبالفعل كان هناك تفاعل كبير سواء كان من الحكومة الشرعية أو من التحالف العربي ملايين الدولارات تم رصدها لهذه المشكلة أو حلها هناك رغبة دولية أيضا يبدو في التصريحات أن هناك رغبة كبيرة في حل هذه المشكلة لأن نحن لا نتحدث عن كارثة بسيطة نحن لا نتحدث عن كارثة محدودة التأثير نحن نتحدث عن كارثة ستشمل المنطقة ستشمل حتى ستؤثر على العالم وستؤثر كارثة إنسانية كبيرة جدا في اليمن وبالتالي هذا كله ينصدم بأمر مهم وهو أن جماعة الحوثي حتى اليوم لم تقدم أي تنازلات في مسألة التنازل في هذه المسألة لأنها ترتبط عندهم بأمرين الأمر الأول أنه كما قال أحد قياداتهم وبشكل واضح قبل سنوات أن هذه الناقلة هي ضمن أسلحة الردع الحوثية بالنسبة لهم وكذا قالها بالحرف الواحد يعني كيف يمكن أن نفهم هذا كيف يمكن أن الحوثين يعتبرون هذا الأمر وهو مهدد لهم والملاحة الإقليمية والدولية ككل ورقة ضغط ماذا يمكن أن يفعلوا بها هذه الورقة هذه جماعة عدمية صفرية جماعة إرهابية إذا علمنا أنها اليوم تفخخ ميناء عدن من أوله إلى آخره وهي تنوي أن تقوم بكل ما يمكن من أجل أن توقف حتى تقدم القوات الشرعية كما حدث في جبهات أخرى نحن نتحدث عن أكثر من مليون وخمسمائة لغم هذه الألغام تزرع في مناطق الأهالي وفي مزارعهم وفي بيوتهم وفي طرقاتهم وبالتالي هذه الجماعة يعني يجب دائما أن نحاكمها إلى طبيعتها هذه جماعة راديكالية متطرفة عدمية صفرية لديها استعداد أن تشعل المنطقة وليس لديها أي تحفظ على مسألة لا معاناة الناس ولا صعوبة الحياة لديهم وهو ما يدل عليه سلوكها في تعاملها مع اليمنيين لا مرتبات لا خدمات يعني نهب متواصل وسرقات كاملة حتى المنظمة الدولية قالت ذلك وأنها تسرق الطعام من أفواه الجوعة وبالتالي نحن لا نحلل هنا هذه تصريحات القيادات الحوثية والأمر الآخر أنها تتحدث أيضا عن مصير النفط بداخل هذه الناقلة إلى أن سيذهب ومن سيستفيد من هذه المبالغ يعني نحن أمام انتهازية واضحة وعدمية واضحة وبالتالي أنا أتابع هذه الأخبار كما تتابعونها جميعا لكننا إلى اليوم لا نسمع ما هو موقف جماعة الحوثي من هذه المشكلة ولماذا تتأخر الأمم المتحدة في اتخاذ قرار واضح يا أخي هذه كارثة ستصيب أكثر من ثلاثين ألف وستؤثر أكثر من ثلاثين عام على هذه المنطقة وستقضي على الحياة النباتية الحياة البحرية في هذه المنطقة ستؤثر ببقعة الزيت ستصل إلى مساحة واسعة يعني آلاف الكيلومترات لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة في وبالتالي كيف يفسر؟ يفسر ربما تراخي أو دعنا نقول تمهل المجتمع الدولي وانظوماته المختلفة في التعاطي مع الحوثيين في أمر كارثي يمكن أن يكون كارثة كما أشرت أنت إقليمية ودولية والله يا أخي هذا السؤال هو سؤال مهم وهو سؤال اللحظة وهو سؤال الذي يعني يسأله اليمنيون في كل وقت وفي كل حين لماذا هذا التماهي مع جماعة الحوثي ليس فقط في قضية الناقلة الصافر ولكن أيضا ما تحدثتم به من مسألة أنها اليوم تهدد الموانئ اليمنية اليوم تهدد التجارة العالمية اليوم هي تخترق وتخالف كل الأنظمة المسيرة لقوانين البحار وقوانين التجارة لماذا يسكت المجتمع الدولي هل ما زال إلى اليوم يحاول أن يستخدم هذه الجماعة استخراما وظيفيا في ملفات وبالتالي هو يتهون ويتأخر في اتخاذ إجراءات واضحة نحن لا ننسى قبل أيام هناك أحد السفراء لأحد السفراء القوى المجتمع الدولي وهو يتحدث على إدانة الجريمة الإرهابية في قصف الموانئ اليمنية لكنه عندما طلب منه أن يدين المجرم وأن يقول أن هذا المجرم وإرهابي رفض ذلك تماما هذا هو التناقض وهذا هو الكيل بمكالين الذي ينعكس اليوم على كل ما يخص جماعة الحوثي وكأنها متروك لها المجال أن تعمل ما تريد وبالتالي هناك اليوم موقف حاسم يجب عليه أن تتحرك منه ومن خلاله الحكومة الشرعية في أن توضح للعالم أن السحقاقات اليمنية اليوم يجب أن تكون أولا ويجب اليوم أن يكون هناك دعم دولي لمكافحة الإرهاب في اليمن وعلى رأسه الإرهاب جماعة الحوثي نعم كما ذكرت أنت مسألة التمويل والمبالغ الطائلة التي تتطلبها عملية إفراغ الناقل صافر وقد انتهت ووجد تجاوب كبير ما الذي تبقى؟ هل بهذا أصبح الحوثيون في الواجهة إن عرقلوا هذا الأمر؟ طبعا أنا أشير إلى أن الحكومة اليمنية رصدت خمسة مليون دولار الحكومة السعودية المملكة العربية السعودية رصدت عشرة مليون دولار هناك تجميع لكثير من هذه الأموال التي أعتقد أن الأمم المتحدة وصلت للاكتفاء في مسألة ما طلبته من تمويل السؤال اليوم هل بالفعل سنجد اليوم الأمم المتحدة أو الحوثي في مواجهة الأمم المتحدة؟ ما هو سيكون موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من تجارب الهمنيين؟ للأسف نحن لا نعول كثيرا نحن لا نعول كثيرا على أداء هذه الأمم المتحدة المتراخية إلى حد كبير اليوم هناك السحقاقات يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك في إطارها وأن تواجه مواجهة واضحة للحوثي أن هذا خطر سيمثل كارثة بيئية وأشبه بقنبلة كبيرة وموقوطة لن يكون انفجار ميناء بيروت إلا شيئا بسيطا ويسيرا بالمقابل لهذا الانفجار كما يرصد خبراء البيئة وأنا رصدت سابقا بالأرقام هذه الكارثة المهولة التي ستتم إذا ما لا قدر الله حصل في هذه الناقلة وبالتالي نحن نرجو أن يكون اليوم هناك مواقف دولية واضحة في مواجهة جماعة الحوثي المحلل السياسي اليمني الأستاذ عبدالله اسماعيل شكرا على كل هذه المعلومات والإفادات كشف الكاتب والمؤرخ الإيراني الرعش عزيزي أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرث الثوري الإيراني هو من أصدر الأوامر للحوثيين بقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ذكر عزيزي مؤلف كتاب قائد الظل عن حياة سليماني ذكر في حوار مع مركز كارينغي للشرق الأوسط أن اثنين من فيلق القدس أبلغاه بموضوع قتل صالح وأن الأوامر المباشرة من سليماني صدرت للحوثيين بقتله مضيفا أن مصدرا في قيادة الحوثيين أيضا أكد أن هذا كان طلبا من سليماني مشيرا إلى أن مشاركة إيران هي أكثر من مجرد ذراع وهي محاولة مساعدة الحوثيين على أن يصبحوا أكثر تطورا عسكريا ومحاولة لمنحهم أساسا أيدولوجيا أقوى وعلي كان علي عبدالله صالح قد دعا في الثاني من ديسمبر من العام 2017 إلى انتفاضة شعبية ضد الحوثيين وإسقاطهم وجرت اشتباكات في صنعاء بين الحوثيين وأنصار صالح انتهت بعد يومين فقط بمقتل صالح في منزله الكائن وسط صنعاء في الرابع من ديسمبر مصادر يمنية تقول في هذا الصدد أن الحسم العسكري السريع لصالح الحوثيين في صنعاء يعود لعدة عوامل أبرزها سيطرتهم المبكرة على المعسكرات والأسلحة والصواريخ ومؤسسات الدولة الأمنية وعدم استعداد صالح جيدا لهذه المعركة لقراءة هذه ربما التطورات الجديدة ربما هذه الشهادات حول مقتل الرئيس علي عبدالله صالح الرئيس الراحل ينضم إلي من القاهرة الأستاذ عبد الكريم المدئي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمنى هل تفاجأت أن قاسم سليماني شخصيا كان وراء ربما قرار الإغتيال أمسك بالخير أستاذ ومشاهدين الكرام ورحم الله الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه عارف الزوكا وكل شهراء الدفاع عن الثورة والجمهورية والعروبة والهوية وبهذه المناسبة كل عام وكل الملتحقين بركبة الثورة الثاني من ديسمبر بمجد وعزة ونصر أنا في الواقع يا أخي الكريم أدرك من وقت مبكر على أن إيران أساسا هي أداة الحوثية وكان هناك ترصد للزعيم علي عبدالله صالح في صنعه من قبل الثاني من ديسمبر واستهداف واضح ومنهج وخبيث جدا من قبل الحوثية للعميد الركن طارق صالح يعني عملية استفزاز وعملية جره إلى معركة في أي شارع أو في أي منطقة السبقة الثاني من ديسمبر في الواقع بفترة طويلة لأنهم كانوا يدركوا بأن وجود الرئيس علي عبدالله صالح سيمثل لهم وجع راس وعلى أنه يمتلك حاضنة شعبية وجماهيرية وفي أي لحظة ممكن أنه يقلب الطاولة عليهم نقطة مهمة هنا أود أن أطرحها على أن السفارة الإيرانية في صنعه كانت تضع علي عبدالله صالح رحمه الله وعارف الزوكا وطارق صالح تحديدا تحتهم خطوط حمراء ولم يكن هناك أي تواصل بهم في الفترة التي سبقت حتى التحالف ما بين المؤتمر والحوثيين بعد التحالف مع المؤتمر والحوثيين كان هناك توجس شديد جدا من الرئيس علي عبدالله صالح ولذلك عملت الاستخبارات الإيرانية وممثلة بالحرس التوري الإيراني المتواجد في السفارة والمتواجد في مركز قرار الحوثية على استهداف علي عبدالله صالح ومن خلال استهداف سياسي ومعنوي وعسكري إضافة لذلك التحرش بالمؤتمرين في مؤسسات الدولة المختلفة الحرس الثوري الإيراني لكن أستاذ عبدالكريم وفق ما أشار إليه الكاتب المؤرخ أراش في كتابه وحديثه تحدث عن أن الأوامر صدرت من إيران ولكن من قاسم سليماني ولكن بالرجوع إلى التاريخ ربما حدث ذلك بعد أربع أيام فقط من إعلان صالح رئيس الراحل للانتفاض الشعبية ضد الحوتين فهل هذا يشير إلى أن النية كانت مبيتة وفقط التوقيت استعجل؟ لا شك النية مبيتة كانت لاستهداف الرئيس علي عبدالله صالح أنا كان يوصلني معلومات دقيقة جدا من الدورات الثقافية وأنا ما زلت في العاصمة صنعة يعني في العام 2017 و2016 بأن رمزية الرئيس علي عبدالله صالح حتى أنه حصلت على تسجيل من إحدى الدورات الثقافية في مديرية أنس بمحاوظة ذمار تسجيل من داخل المركز هذا الثقافي وهم يحرضون على الرئيس علي عبدالله صالح ويقولون على أنه من أدخل الأمريكيين وعلى أنه المتواطع مع إسرائيل وعلى أنه منبع القضية الفلسطينية وعلى أنه شوه الرئيس علي عبدالله صالح وكان هذا مجرد دموذج يعني بقية الدورة الثقافية لذلك أنا أقول لك في نقطة هنا على أن إيران واستخباراتها حاولت أن تستدرج علي عبدالله صالح إلى مربع معين من خلال يوسف الفيشي ومن خلال صالح الصماد الذين كانوا يعني بالنسبة للحوثين على أنهم الجناح المعتدل بينما كان في الواقع هو عملية جر الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام لإستدراج الرئيس علي عبدالله صالح وتصفيته جسديا بعد 24 أغسطس من العام 2017 وضعت النقاط على الحروف للتخلص من علي عبدالله صالح وعارف الزوكا وطارق صالح في وقت واحد الرئيس كان مدرك علي عبدالله صالح والعميد طارق وعارف الزوكا والمؤتمر الشعبي العام كانوا مدركين لكن الاستعداد حقيقة ربما قد يكون هناك اختلاف حول الاستعداد بس بالمجمل الهبة الشعبية كانت كافية للتخلص من ميليشيات الحوثية والدل على ذلك بأن الهبة والثورة التي حصلت في الثاني من ديسمبر سقطت الحوثية في كل المحافظات الشمالية في مراكز المحافظات تخيل في مراكز المحافظة لا نود أن حاكم التاريخ والرجل مضى إلى ربه ولكن سرعة السيطرة تسليم المقار هل لم تكن هناك معلومات استخباراتية كافية بالمحيطين به على الأقل ربما فرض مجيد من الإجراءات الأمنية أساسا يا أخي الكريم بعلم الجميع علي عبدالله صالح كان مواطن يعني كأنه مواطن عادي أساسا سلم السلطة الجهزة الأمنية والاستخباراتية بيد الحوثية وزارة الدفاع بيد الحوثية الأسلحة بيد الحوثية المؤسسة الحكومية بيد الحوثية قاتل الرئيس علي عبدالله صالح على المؤسسة الحكومية والدستور وكان يقول لنا بن فم المليئ قال نحن نقاتل على ما تبقى من الدولة وسندافع عن الدولة بما يعطينا من قوة سواء بالوسائل السياسية أو بالوسائل العسكرية وكان عنده أمل على أن الثورة بالفعل ستجتث هذا السرطان الحوثي ويراهن على الشعب أيضا وكان الرهن حقيقة سليم لكن الحوثية أساسا الاستخبارات الإيرانية وسائل اتصالات الإيرانية وما كانت ترتب له ميليشية الحوثية مع الحرس التوري الإيراني كان أسرع من علي عبدالله صالح وأسرع من القبائل وأسرع من الأنصار وأسرع من المؤتمرين الذين كانوا متواجدين في العاصمة صنعة العاصمة صنعة بمجملها سقطت بيد الذين خرجوا إلى الشوارع لكن سرعة العودة من قبل ميليشية الحوثية وعودة الاستخبارات الإيرانية يعني المعلومات التحشيد أجاءوا بناس من صعدة بقيادة الرزامي أجتاحوا العاصمة صنعة بقطعان رهيبة جدا أستخدموا المدفعية والدبابة الحديثة جدا التي كانت امتلكها الجيش اليمني وقصفوا بها المنطقة في مركز الكوميم وبيت الثانية في مركز الكوميم في حداب صنعة أستخدموا مختلف أنواع الوسائل حتى أن هناك مدفعية كانت تطلق من فجع الطان وتطلق أيضا من تلال الريان المدينة السكنية في تلال الريان كانت تطلق على بيت علي عبدالله صالح وعلى الأحياء السكنية حتى أن الناس فروا هلعان وتركوا بيوتهم وامتلكاتهم وفروا بسبب القصف الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الحوثية عملت أيضا على أن جلبت الذين تدربوا ودرسوا في قمبو وفي طهران وفي المراكز الإيرانية عملت على جلبهم في ذلك اليوم وكان مرتب لذلك اليوم من قبل حرص التوري الإيراني الذي وجه بالفعل باغتيال بتصفية الرئيس علي عبدالله صالح والأمين عارف الزوكا وهذا ما حصل لكن أنا أعتقد بأن الثورة الآن مستمرة ثورة وانتفاضة الثاني من ديسمبر وخير الدل على ذلك أنه الآن هناك قوة كبيرة وضاربة جدا في الساحل الغربي وهي من نتائج ثورة الثاني من ديسمبر على يدها بأذن الله وعلى كل الشرفة من مختلف المناطق ستتحرر العاصمة صنع واليمن وستعود إلى هويتها اليمنية العربية من القاهرة الأستاذ عبدالكريم المدي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمنى أشكر لك حضورك وكل هذه الإفادات والمعلومات ذكر موقع إيران انتناشنال أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النارة على محتجين في مدينة زهدان في شرقي إيران كما استخدم الغاز المسعي للدموع لتفريق المتظاهرين في عاصمة محافظة السستان وبلشستان اشتركوا في القناة 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 الذي أجرته وكالة الأمن تم قبل شهر تقريبا من بداية الاحتجاجات الأخيرة في منتصف الصيف من هذا العام نسبة إلى العشر في المئة المذكورة في هذا الاستطلاع تعادل ثمانية ملايين شخص في إيران وخلال الاحتجاجات الأخيرة أعلن مسؤول النظام إحصاءات متناقضة وضئيلة حول عدد المشاركين في التظاهرات والمسايرات في الشوارع هذا ويحاول النظام الإيراني توجيه الاحتجاجات نحو مطلب فرعي هو الحجاب وأمس قال النائب العام الإيراني أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيعلن البرلمان والمجلس الأعلى للثورة عن رأيهما بشأن قضية الحجاب وأعلن النائب العام أن البرلمان والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية يدرسان قضية الحجاب وسيتم تحديد نتائجها خلال 15 يهوما وفي خطاب ألقاه في قم أكد محمد جواد منتظري أنه يجب اتخاذ القرارات بشأن الحجاب بناء على المعطيات والاستراتيجية المعتمدة وفق موقع خبر انتخاب الإخباري وأضاف منتظري أن القضاء لا يسعى إلى إغلاق الشرطة الأخلاق لكن بعد الحوادث الأخيرة تسعى الأجهزة الأمنية إلى حل للقضية وكانت إحدى الوثائق التي اخترقت من موقع وكالة فارس في الرابع والعشرين من نوفمبر أشارت إلى أن استطلاعا للرأي أجرته وزارة الداخلية يؤكد أن 51% يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا وأن حوالي 37% فقط يرونه إنزامية أعلنت الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على إيران العقوبات الكندية استهدفت خمس كينات وأربعة مسؤولين إيراني لارتباطهم بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بينهم قائد الوحدات الأمنية الخاصة حسن كرمي عدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني بالإضافة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني وقائد شرطة طهران السابق مرتضى طلائي كما شملت العقوبات شركة سافيران لخدمات الطيران وكذلك شركة بحارستان كيش التابعة للحرس الثوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختام هذه الساعة قراءة ثانية لعنوينها اليمن يحدد من تدعيات استهداف الموانئ النفطية على المنطقة والسفير السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي التعنت الحوثي الحكومة اليمنية تعلن ضمنياً فرض قيود على واردات الوقود إلى موانئ الحديدة بموجب تصنيف الحوثي إرهابياً مباحثة أمريكية الأممية لتسريع عملية تفريغ ناقلة النفط اليمنية صافر التي تهدد بكارثة أممية على دول المنطقة كاتب ومؤرخ إيراني يكشف أن مقتل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تم بتعليمات من قائد فيلق القدس قاسم سليماني انتهت هذه الساعة المخصص جلها للملف اليمنى بعد قليل تلتقيكم نار النبهان في الأخبار الليلة تحياتي لكم إلى اللقاء